السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنكتشف جميعا طريق الوطني رقم 9 الرابط بين مدينة مراكش وفنقرير مرورا ب سيدي بعدمان وانزلت العدم ابقوا معنا الطريق الوطني رقم 9 الطريق الوطني طربت بين محمدية ومحمد الغزلان يبلغ طولها الاجمالي 694 كم تمر هذه الطريق عبر عدة مدن وشماعات قراوية وهي المحمدية برشيد سطات بنقرير مراكش أي تورير ورزازات زاقورا ومحمد الغزلان ورفت هذه الطريق على مستوى المقطع الرابط بين ورزازات ومراكش عدة إصلاحات مهمة منذ سنة 2014 خصوصا بالنسبة للمقطع الطرقي الذي يقع على مستوى منعرجات تشكا والتي تشكل واحدة من أخطر المقاطع الطرقية التي تسجل حوادث سير خاطرة ومميزة قد همت هذه الأشغال تحسين وتوسيع وتقوية الطريق مع إضافة ممارة ثالث خاصة بالشاحنات في المقاطع ذات المنحدرات القوية قائمة طريق السريع التي توجد في الطريق المقاطع وبناء مواجهة الطريق السريع وتعزيز محمد يابرشيد يبلغ طوله 34 كم ومدخل مراكش من جهة ملعب الكبير لمراكش يبلغ طوله 10 كم والطريق السريع مراكش أي تورير الذي يبلغ طوله 27 كم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سيدي بوعتمان هي مدينة مغربية تقع شمال مدينة مراكش وتبعد عنها ب32 كم على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين البيضاء ومراكش مدينة تنتمي لإقليم الرحامنة وتضم حوالي 30 ألف نسمة وتعتبر الفلاحة من أهم أن إقليم الرحامنة يتوفر على جميع الإنكاميات البشرية كما تتمييز النطق الدينية الماشية وتحتية لترصيخ ذاته كقطب صناعي ولوجيستيكي تنافسي ويتم وقع كرافعة تنافسية اقتصادية جهوية وبالتالي الاتطلاع بدور مقاطر الحقيقية للاستثمار والتشغيل في الجهة اشتركوا في القناة 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 ضمن جيات مراكش اسفي بلغ عدد سكانها سنة 2014 حوالي 14 مليون 828 يعيش هنا في 2221 أسرة اشتركوا في القناة 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 بأربعة وخمسون كيلومتر وشمال مراكش بواحد مانية وثمانون ألف المدينة تنتمي لإقليم الرحامنة في حصة الفين واربعة عشر توجد فيها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بوليتيكنيك ويوجد فيها أرض أيضا معاهد التكنولوجية التطبيقية وقاعدة عسكرية تعد من بين أكبر القواعد العسكرية في إفريقيا تجتهر المدينة بالحصفات وهي أهم المدن في البلاد وأي ثانية بعد غريبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر